وإلى محافظة الضالع حيث شيع الآلاف في موريس جثمان العقيد روكن عبدالله الجلال إلى المثواه الأخير بمسقط رأسه في قرية مشرعة بحضور قيادات السلطة المحلية وقيادات المقاومة الشعبية والجيش الوطني أشرات الشهداء ومئات الجرحة قدمتهم منطقة موريس في معركتها مع ميليشي الإنقلاب وما تزال في طريق الدفاع عن الجمهورية والدولة قد لا يكون آخرهم العقيد عبدالله الجلال الذي قتل في جبل هيلان بمحافظة مأرب في ثاني أيام تثبيت وقف إطلاق النار في هجوم على جبل هيلان الذي حاولت الميليشيات استعادة بعض أجزائه من يد الجيش وفشلت محمد الله لنشرق الأخ العقيد عبدالله الجلال يعني أستشهد في ميدان الشرف والبطولة بالدفاع عن الأرض والعرض والدين والدفاع عن الوطن وهذا يعني شرف لنا وشرف لمرئس كامل مرئس المقاومة مرئس البطولة مرئس التاريخ قوم الحوثيون ناقضين الأهد صفات تلازمت لليهود والحوثيين هي صفة تجمعهم لا يوفون بوعد ولا يحفظون عهد هذا ما تعودنا عليهم في حروبهم من البداية حتى يومنا هذا الجلال واحد من أبرز ضباط الجيش الوطني وقائد لكتيبة المغاوير بمحافظة مأرب بقيادة المنطقة العسكرية الثالثة وهي الكتبة التي كان للعقيد الجلال وأفرادها السبق في تحرير بعض أجزاء من جبل هيلان الاستراتيجي قبل أسابيع بالنسبة للرحيل الفقيد العقيد الركن عبدالله الجلال يعتبر خسارة بالنسبة للجيش اليمني وهو أحد الرجالات التي قدموا الواقب الوطني والمبدئي ويعتبر خسارة في المقاومة في الجيش الوطني ورجل كان في محل الثقة وفي محل القيادة وكان صاحب مبادئ ثابتة وهو يعتبر من رجالات الذين يسهموا في بناء القوات المسلحة اليمنيين من أجل حب الوطن قائد موريس يهم قدم حياته هدية للوطن مجال واكبر دليل أن نحبه في كرات الدم ما مات بمريس بل في قرب من خولان يستقبل أهالي موريس فكرة تثبيت وقف إطلاق النار ومعها أيضا يستقبلون جثمان أحد مقاتليها في لحظة ما تزال الميليشيات تدفع المزيد من الخسائر في الأرواح والممتلكات محمد المريسي قناة بلقيس الظالع